في الوقت مشاهدين أستاذا حضراتكم هنروح دلوقتي لأخبار الرياضة وجولة في عالم الرياضة في الملاعب الرياضية في مصر وفي العالم كله مع دينا شرف تفضلي بشكرك يا محمد فعلا ده جي معدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا وهنبدأ معاك جولتنا الرياضية من فريق برمز اللي حقق فوز صعب على أهل ترابلس الليبي بنتيجة 2-1 في المباراة لجمعة الفرقتين على استاذ الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وكمان اتعادل لفريق المصري برسعيدي مع القطن الكاميروني بنتيجة 0-0 في المباراة لجمعته منبارح على استاذ مدينة جراوة الكاميرونية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها رقم 19 محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي هيعمل أشعة على العضلة الخلفية النهاردة علشان يطمن على حالته الطبية والبدنية لحسم وقفه من الصفر مع الأهلي للسودان وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن فيه التقام للتمزق اللي تعرض له أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية وفي ختام كأس العالم لأندية كرة السلة اللي بتتلعب في مصر نجح فريق فلمانجو البرازيلي في تحقيق الفوز على فريق بورجوس الأسباني بنتيجة 75-62 وكده بيطوج بلقب البطولة ونروح لمباريات الدور الإنجليزي الممتاز برامير ليج وفريق وسطها متعادل مع لسور سيتي بنتيجة 2-2 في المباراة اللي تلعبت انبارح على ملعب كينج باور وده ضمن منافسات الجولة رقم 25 من بطولة الدور الإنجليزي الممتاز وبالنتيجة دي ارتقى وسطها من المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة وليستر سيتي في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة فريق ليفربول نجح انه يفوز على فريق بيرنلي بنتيجة 1-0 في المباراة لجمعاتهم ضمن مباريات الجولة 25 من الدور الإنجليزي الممتاز من نتيجة دي رصيد ليفربول اصبح 54 نقطة وبيعزز موقعه في المركز الثاني بعد منشستر سيتي المتصدر برصيد 63 نقطة من ناحية تانية تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير واحتفل اتحاد الإيطالي لكرة القدم بخود النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بالمباراة رقم 200 في الكالتشو معنا دي خلال مباراة أتالانتا ضد يوفونتوس وده في مواجهات الجولة 25 ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي وفي كده انتهت جولتنا الرياضية هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم الممكنين معاكم فقرات سبع خير يباصل